بصراحة انا مش كنت هتكلم في الموضوع ده الى ان يتم قبول قناتي في برنامج شركاء اليوتيوب لكن انا حبيت اتكلم دلوقتي علشان كلامي يكون موجه للقنوات اللي ان شاء الله يتم قبولها في برنامج شركاء اليوتيوب والقناة اللي تم رفضها وان شاء الله يقدر يحل مشكلتها ويبدأ يقدم من اول وجديد ويتم قبوله في قرب وقت انا هتكلم مع حضرتك دلوقتي بالعقل بالمنطقة بالدين بالتلات حاجات دول اللي حضرتك دايما لازم تكون ماشي بيهم في حياتك مش بس في اليوتيوب لكن انا هتكلم في اليوتيوب دلوقتي مع حضرتك واقول لحضرتك حاجة لازم حضرتك تفهمها المحتوى الخاص بقناة حصيرات المتوحدة هو محتوى تريندي فيديو واحد قادر يرفع قناة ويخللها ملايين المشاهدات وممكن اكتر من 100 فيديو نزلهم ما يجيبوس مشاهدات وده امر طبيعي لازم حضرتك تفهموا وتعرفوا لان كتير جدا من حضرتكم بدأ يتم توجيه الاتهامات بشراء المشتركين وشراء الساعات وانا لو حضرتك قتلتني كده عمل محشري مشتركين قتلتني ليه لان اعرفهم هم هوى مش موجودين برمي فروسي في الارض لكن لو ساعات انا ممكن اشتري ساعات لكن انا عندي كمبيوتر يخلينا اشتغل واجيب الاربع تلاف ساع مشاهدة في يومين او ثلاث ايام عندي اكتر من جهاز هنا يخلينا قادر اعمل حاجات دي بسهولة جدا اللي خلينا روح اتفع فيها بلوس وانا قادر اعملها دي بالنسبة للساعات بالنسبة المشتركين انا حبيت توضح ان انا عمري في حياتي محشتري مشتركين افهمها نتكلم على الفيديو الاهم في كارات حصريات المتوحد لو حضرتك متابعة كارات المتوحد فكرة هتلاقي برضو فيديو هو اللي رفعنا كان المتصفح الخفي بعد كدهبدأ ييجي اكتر من فيديو بعديه ميت ألف مشاهدة ميت ألف مشاهدة مية وعشرين كده لكن الفيديو ده وصلني لمكانة انا مقدرتش هوصل لها في المتوحد فكرة الفيديو الف حصريات ميتة الف مشاهدة في خمس ايام قدوا سيدني انا ما عملتش الكلام ده في المتوحد فكرة و ما عملتش الكلام ده في رياكت المتوحد ومعلتش كلام ده في جوزيف مو. انا عندي اكتر من قناة مفعالة ربح. قناة رياكت المتوحد. وجوزيف مو. والمتوحد فكرة. والقناة ان شاء الله دي ان شاء الله هتبقى الرابعة. لو تم قبلها في برنامج شركاء يوتيوب. خضرتك بتقول انت اشتريت مشتركين واشتريت ساعت. طب بص كده معايا ده وقت المشاهدة الفين وخمسمائة مشاهدة. والمشتركين تمامية واحد وستين من فيديو واحد. ايوة فيديو واحد. الفيديو كنا بنتكلم على الترند وفيديو ما كملش دقيقتين. لو انا بالمنطق او بالعقل عايز اعمل حاجة زي دي هروا اعمل على فيدي دقيقتين. بالمنطق بالعقل. هل حضرتك ممكن تشوف بعنيك كمية التعليقات اللي تم تعليقها على الفيديو ده من قبل الناس اللي موجودة? ليه حضرتك دايما بتبص للشخص اللي قدامك? على انه لازم يكون نجح بحاجة شمال. ليه ما نجحش بشغله? ليه ما نجحش بالاداء اللي بقى دي. ده كله تعليقات. ده كله تعليقات. ده كله تعليقات. لسه لسه ده كله تعليقات قدام حضرتك. ليه حضرتك دايما بتشوف الشخص اللي قدامك? انه هو نجح بحاجة مش حلوة. طيب. انا هتكلم مع حضرتك بالمنطق. بالعقل. بالدين. الدين بيقول لك واني يتق الله هيجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. حضرتك ما تتعرفش في حياتي ايه? ويه اللي حصل لي? وتحطت في ايه? وطلعت منه ازاي? تصدقني. لان ده عوض ربنا. بالنسبة كبيرة جدا ممكن يكون ده عوض ربنا بالنسبة لي. ربنا بعوضنا عن حاجة كبيرة اخسرتها. في حضرتك. مش لازم احكي لك كل حاجة. لان حضرتك بالمنطق لما بتيجي تبص على اي شخص قدامك بتشوف الميزة اللي فيه. الله ده العيب كرة ده باخد ملايين. الله ده عنده قناعة يول ده باخد الوفات. الله ده البد ديت بالزاكر وجايبها بتسعة وتسعين في المية. حضرتك مش عارف هي ضحت بايه? بترفيهها? بحياتها? بضحكتها? بمشيونها مع صحابها? بسانيين سنوية عامة سنة كاملة هي بس قعدة قدامكم دراستها? ضحت بحاجات كتير رفاهية كتير جدا علشان توصل للمحل هي فيها. حضرتك برضو ما تعرفش انا ضحيت بايه? علشان اكون قدام حضرتك بالشكل ده? انا بشتغل لحضرتك في كل القناة سواء في المتواحد فكرة فيديو هين في رائكة اربع الى خمس فيديوهات في اه حصريات تلات الى اربع فيديوهات في جوزيف مو فيديو هين. مفيش حد ممكن يكون عنده الطاقة اللي احنا بنعملها وده بفضل الله. وده بفضل الله مش فضل لحد عليا ده فضل الله عليا. حضرتك ما تعرفش بقى ايه اللي في حياتي تاني? ما تعرفش ان انا ممكن ما كنتش بنام. ما تعرفش الناس كتاب جدا ما حضرتكم بكتاب لي في القناة انت ما بتنامش. اه فعلا ما بنامش. اه فعلا انا عندي ضغوط في حياتي كبيرة جدا. اه فعلا حضرتك ما تعرفش انا وصلت الفين ولا ايه? اه فعلا انا مش عايش وسط اهلي وسط ناسي وسط اخواتي. اه فعلا اما شايف امي بقى لكتر من سنة او سنة سنة نص عادي احنا كلنا ما شوفناش اهلينا. عادي حضرتك ما كنت شغال في شغل ممكن يكون بيديك مكسب حلو. انا مش شغل في شغل بديك مكسب حلو. بس لسه شغل. كل واحد له رزق. كل واحد له نجاح. كل واحد له هدف. كل واحد له حاجة ربنا بيدهاله. هكلمك بالعقل. انا واخويا مش نفس الرزق. اخويا دكتور وانا محاسب. واخويا التاني محاسب اخويا دكتورة. فاهمني? كل واحد مننا له مكانة مختلفة عن الاخر. احنا مش نفس المكانات مع انها من نفس البطن اللي هي امي. اللي هي الفضل علي دايما بشكل مستمر. وامكن ده كل اللي انا فيه بفضل دعواها. هي بتدعيدي جدا. وانا عارف انها بتدعيدي جدا لان انا دايما دايما متأكد ان ربنا بيديني علشان اريد امي عني. طيب. احنا عاديد نوصل بالمحارة دي. اتقرب بنا. اشتغل بمقارد الله. عافر في شغلك. اتعلم. اجتهد. عافر. اوصل. اتعلم من اكتر من الشخص. روح اكتبس افكار من الناس. اتعلم من الناس. ايه الحاجة الجديدة اللي عليك واجبها? اتكلمت في الحاجات دي كتير جدا في المحتوى التعليمي. لكن انا مش جاي اتكلم مع حضرتك النهاردة في المحتوى التعليمي. انا جاي اتكلم معك من اخل اخو. لما تيجي تبص على الحاجة. بص على الحاجة كاملة. كاملة. ودي وجهة نظري لحضرتك اللي حضرتك لازم تمشي بيها. انا ما عرفش فيه دي احنا زيله على الاكت ولا حصريات ولا المتوحد فكرة ولا جيوزيف مو. ولو بيدي احنا زيله على الاربعة علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. لو قناتك اترفضت مش معناه او ترفضت مش معناها ان حضرتك مد. معناها ان ربنا لسه ما ازنش ان تكتب لك رزق من يوتيوب. لو قناتك اترفضت معناها ان حضرتك محتاج تشتغل اكتر عشان تعفل. ولو قناتك اتقابلت فلازم تعرف ان ده رزق ربنا عليك. يوميها احمد ربك. وطلع حاجة لله. واشكره في ركعتين شكر. ان قدر يفتح لك رزق جديد. ورزق ربنا عليك. هيفضل دايما. في كل حاجة في حياتك. مش بس ايتيوب. هتكلم بقى على حاجة شخصية. كان حبيبي قلبي. شخص المحترم. اللي موجود معنا. في الانتساب. سألني سؤال. وقال لي. يا يوسف. يا يوسف. محمد. يا يوسف. سيد محمد فين هو? سيد محمد. يا يوسف. انا عندي. حاجة تانية في حياتي. مش عايز اتكلم على حاجة خاصة بي. بس انا هتكلم من وجهة نظري انا الشخصية. ليه انا. انا عندي شغل الاولاني وشغل التاني. انا دايما شايف ان مصدر ربح من حاجة واحدة اكبر غلط. يعني حضاك لما تستنى ربح من قناة يتيوب بس غلط. لو تستنى ربح من شغلك بس غلط. ليه? لان الشغل ممكن لقدر الله يحصل كورونا تاني. كورونا تاني. وحضرتك الدنيا كلها تقف وشغلك يقف. وتقعد في البيت. فيبقى مش قدامة غير يوتيوب. فحتلاقي نفسك قصرت في اليوتيوب. فهنا حضرتك قصرت في حاجة كانت ممكن تكون نفعك في المستقبل. ممكن حضرتك تسيب شغلك وتركز في اليوتيوب. واليوتيوب يحصل له حاجة لقدر الله. ودنيا تقف. فيبقى حضرتك برضو ست شغلك. يبقى حضرتك لازم يكون عندك توازن بين مصادر الدخل. في مصدر دخل عن طريق الانترنت لازم تكون عارف ومتأكد ان ده المستقبل للناس كلها. ده الرزق الناس كلها. الناس كلها هتشتري اكل وشرب عن طريق الكمبيوتر والموبايل. والتطبيقات. الناس كلها هتشتغل عن طريق التطبيقات. الطلبات هتبقى على التطبيقات. كل حاجات دي في المستقبل هتكون كده. حضرتك اوعى تفكر. اوعى تفكر ان دولة بلا ورق في السعودية. مش مجرد فكرة. ده واقع هيتم تنفيزه اجل ام عاجل. بتخلي عن الهوية عن طريق توكلنا. بتخلي عن حاجات كتير جدا ورقية باقت الكترونية. ودي الحاجة اللي حضرتك لازم تفهمها وتركز فيها جدا. انا حبيت اوضح لك في مقطع جزء صغير. واعتمنى ان كل كدام يكون وصل للناس من البداية للنهاية. بشكل منطقي. لاني انا بتكلم معاك بصفة اخوية. اخوك اللي قناته سواء اتقابلت او اترفضت من اليوتيوب هي رزق. وانا بحمد ربنا عليها. وقدر الله ما شاء افعل لو تم رفض القناة. وقدر الله ما شاء افعل لو تم قبول القناة. وفي حالتين انا سعيت واشتغلت وقدت شغل. لكن برضو عايز حضرتك لما تيجي تتكلم تتكلم بالمنطق. لو جينا بصينا على احصائيات الفيديو ده. كان لازم او رهي لك من الاول. وشوف الفيديوهات المقترحة. تيتها ستين في المية. وشوف انزل تحت على الفيديوهات المقترحة. اهو نفس الفيديو. نفس الفيديو. ده جاب لي سبعة تلاف. وده جاب لي ست تلاف. وده جاب لي تلات تلاف. وده جاب لي تلات تلاف. وده جاب لي الفين وتسعمية. كل الحاجات بتتكلم على نفس الشخص. كل الحاجات تتكلم على نفس الشخص. وهنا نبدأ نقول ان نمشي على الترند تنجح لو انت هدفك النجاح بسرعة. ليه انا عندي قناة متوحد فكرة وحاصلات المتوحد? قناة متوحد فكرة هي قناة تعليمية. انا مستمر في انشاء المحتوى التعليمي لاخوتي سواء كبير او صغير فانت اخوية. ما عنديش اي مشكلة في الموضوع له. ويه? القناة تانية الاخبارية? انا لقيت نفسي وحبيت نفسي جدا في المحتوى ده. ومعرفش هل انا هكمل في المتوحد فكرة? ولا لا? لسه بتكلم لسه في حاجات كتير جدا في بتفكيري انا. ما وصلتهاش وما عدتش مع نفسي ولا مساجت ورقة وقلم عشان اكتبها وقعد نفسي. انا دايما ماشي بالورقة وقلم في حياتي. بالورقة والقلم في حياتي. فلسه ما عدتش بيني وبين نفسي عشان احط القرار الاخير. شكرا لجميع واسف جدا ان انا عطلت قوة 11 دقيقة زهقتوا مني. ولكن ايها اللقاء نتقابل ان شاء الله في حدقة جاية. في حصريات او متوحد فكرة او اي مكان او اي فيديو عنزل في الفيديو ده للنسة ما قررت شكرا.